وليد رقراقي اليوم ما عقدش ندوة الصحفية كيف أمولف كيكون بل تم إعلان على اللائحة فقط من خلال موقع رسمي الجامعة الملكة المغربية كورة القدم وعدم عقد ندوة الصحفية دير رقراقي تزامنا مع غياب اللاعب حاكم زياش وربما لو كانت الندوة الصحفية دارت مركب محمد سديس من عمورة كانت الأسئلة ديال الزملاء الصحفين كلها تمشي في نفس اتجاه ديالغياب حاكم زياش لأن زياش ما ديش نقول أنتو شابل ولا شي واحد يمكش تمس بيه ولكن جات بزاف الفترات اللي ما كاش كيلعب فيها مع الاندية ديالو لما عشي سين إنجليزي لما مع غرطة صراي ومع ذلك كان يستدعى المنتخب الوطني مغربي كان عندو نقص دقائق اللاعب وكان عندو نقص بتنافسية مجموعة المحطات ومع ذلك كان يستدعى باش يلعب مع المنتخب الوطني مغربي في آخر جل المباريات دي المنتخب الافريق الوسطى اللي تلعبوه في وجدة شهر اكتوبر اللي فات السبب دي الغياب زياش كان واضح كان هو الإصابة في الظهر اللي كانت تعرض لها في الماجر اللي صوته اللي كان في شهر تسعود شوتنبر في ملعب أدرار في أقادير وهي نفس الإصابة اللي غيباته تقريبا شهر كامل على فريق ديالو قراطة صراي ولكن زياش ديبل رجع كدرب مع فريق ديالو اللي لعب تسعود دقيق في واحد المباراة دي الأنطاليا سبور في الدوري التوركي المدريب ديالو قراطة صراي ما كي لعبوش في مباريات الأخيرة ملعبش ديربي دي الإسطنبول مع فريق بيسيكتاس ملعبش مباراة دي أفسبورغ في الدوري الأوروبي ملعبش المباراة الماضية كدليك في الدوري التوركي وبقاف كرسي احتياط يعني في آخر ربعات دي المباراة تقريبا لعب تسعود دقيق فقط اللي منطقي واللي قريب للمنطقي والصواب هو عدم استدعاء حاكم زياش السبب ديالو هو قلة المشاركات ديالو مع فريق قراطة صراي وأن المدريب ديالو مبقاش كي وضفو بزاف خصوصا أن المدريب ديالو قراطة صراي داز الخطة دي ثلاثة خمسة جوش في مباراة أخيرة ولي كيتفرج شوية في الماش ديالو غد يفهم لشانجمون للدار وبالتالي زياش مبقاش عنده واحد دور محواري بتشكيلة ديال فريق قراطة صراي المدريب كي لعب ترواسين كدو القدام كي لعب بيكتور أوسيمان لعب نيجيري وحدا نورو إيكاردي لعب أرجنتيني ومنها كي لعب في كاتروات روا وكاتكاد دو كان زياش عنده دور باريز كتر لأجنيحة لم يكي لعب كصاني ألعاب داب زياش تقريبا مبقاش عنده دور كبير في قراطة صراي حتى أن كبراية الصحب في المواقع التركية كانت تحدث على إمكانية رحيل زياش في مركاته الشتوي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة